السلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان اهلا بيكو حلقة جديدة من حلقات مرحب بكل متابع القناة النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض حقيبة بباترون دائري زي ما احنا شايفين قد ايه الباترون حلوى قوي وكمان يعني مناسب لجميع الاعمار اه زي ما احنا شايفين كده هنشتغلها باحتراف اه هي على قعدة دائرية اه وهنشتغل لها البطانة ونقفلها بالشكل اللي احنا شايفين وكده اتمنى تعجبكم قبل ما نشوف باترون النهاردة خليني اذكر كل حبيبي واصدقائي اننا بالفعل اشتغلنا موديلات وباترونات متنوعة من الشنط والحقائب فاذا ما شفتهاش معايا او بتتابعيني لاول مرة اه هتلاقي كل اللينكات متوفرة اسفل الفيديو في الدسكريبشن بوكس اضافة الى اللينك الرئيسي اللي من خلاله تبقي على الصفحة الرئيسية وتقدري تتبعي كل الاشجال والتطبيقات اللي نفزناها مع بعض اما دلوقت خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لباترون النهاردة الادوات اللي هستخدمها هشتغل على خيوط المكرمال كريستال الفرنساوي الرفيعة بالشكل ده كده وهستخدمها على فتلتين هستخدم الوان مختلفة لكن اللون الاسود لون اساسي وهشتغل عليهم بابرة رقم تلاتة ونصف مليمتر هحتاج لابرة التنظيف والمقص اي علامة علشان نعلم اسناء الشغل هشتغل على فتلتين زي ما احنا شايفين مع بعض كده واول خطوة هنبتدي نعملها هنشتغل الحلقة السحرية على السبابة والاوسط هلف طرف الخيط مرتين بالشكل ده كده وانزل اسفل اول لفة اسحب رقم اتنين بلف اداية نفس الفتلة رقم اتنين هي هي بخرج بها من الحلقة اللي على الابرة تكونت معايا دايرة صغيرة على بداية الشغل جوه الدايرة دي المفروض ان انا اشتغل اتناشر غرزة عمود بلفة هرتفع على البداية بسلسلتين واحد اتنين وهعتبر ان دا اول عمود من الاثناشر يبقى انا محتاجة اشتغل كمان حداشر عمود هشتغلهم جوه الدايرة بلف الخيط على الابرة وادخل بالشكل ده كده هسحب الخيط هشتغل العمود العادي معايا تلت حلقات هشتغلهم حلقتين فحلقتين وهكرر بنفس الطريقة بلف الخيط على الابرة بدخل جوه الدايرة واسحب الخيط باشتغل العمود حلقتين فحلقتين وهفضل اكرر بنفس الطريقة كده لحد اما اكون اتناشر عمود وطبعا زي ما قلتلكم بحسب الارتفاع من اه العدد اشتغلت 11 غرزة عمود بلفة جوه الدايرة بجانب الارتفاع يبقى الاجمالي 12 غرزة وبعد الغرزة رقم 12 كده هجي على طرف الخيط اللي هو البداية هدايا السنتر بالشكل ده كده هسحبه جدا لحد اما اقفل الدايرة اللي موجودة معايا على المنتصف واجي على سلاسل الارتفاع اللي في البداية كانوا سلسلتين هسيب الاولى وادخل في السلسلة رقم اتنين هسحب واشتغل غرزة منزلقة وانهي الراوند على الدور اللي جاي هعمل تزايد على جميع الغرز يبقى كل غرزة هشتغل فيها غرزتين فمن مكاني هنا هرتفع واحد اتنين تلاتة هاعتبرهم اول عمود بلفة وهلف الخيط على الابرة في نفس الغرزة هي هي اللي ارتفعت منها هدخل اسحب الخيط واشتغل من نفس العمود اللي اشتغلته تلات حلقات وباسحبه حلقتين فحلقتين كده ابقى اشتغلت على الغرزة الاولى غرزتين وهقرر على مدار الدور كله كل غرزة باشتغل فيها عمودين بلفة هلف الخيط الغرزة اللي جاي وعليها الدور هدخل اسحب الخيط باشتغل واحد وفي نفس المكان ارجع اشتغل كمان عمود جيب اتنين وهقرر بنفس الطريقة الغرزة اللي جاي وعليها الدور برضو عمودين ادي واحد وفي نفس المكان بلف الخيط واشتغل اتنين وهقرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة كله غرزة باشتغل عمودين بلفة لحد اما اوصل للنهاية وصلت على نهاية الدور اشتغلت تزايد على جميع الغرز اصبح معايا 24 غرزة لاننا تزايدنا على ال 12 اللي كانوا معانا كل غرزة غرزتين بقم 24 انا هنا كده على سلاسل الارتفاع اللي في النهاية هاجي اقفل في تالت سلسلة بالشكل ده كده هقفل غرزة منزلقة وانهي الدور على الدور اللي جاي هرتفع اه بتلاتة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة هاعتبرهم اول عمود بلفة وعلى نفس مكان الارتفاع في اول غرزة هي هي هالف الخيط واشتغل اول تزايد يعني هاشتغل عمود كمان جانب الارتفاع على الغرزة الاولى ادي حلقتين فحلقتين مع الارتفاع يبقوا غرزتين بالشكل ده كده اما الغرزة اللي جايه وعليها الدور هالف الخيط واشتغل غرزة عمود واحدة من نفس العمود حلقتين فحلقتين وعلى مدار الدور كله هاشتغل بنفس الطريقة في غرزة باشتغل فيها غرزتين والغرزة اللي بعدها غرزة واحدة غرزة غرزتين غرزة غرزتين لحد النهاية فانا في اخر غرزة اهو اشتغلت عمود واحد على الغرزة اللي جايه وعليها الدور هاشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد اجي واحد وفي نفس المكان هالف الخيط وأشتغل 2 وهقرر مرة تانية ادي الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود 1 واللي بعدها هشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد ادي 1 وفي نفس المكان هرجع اشتغل 2 يبقى انا بعمل تزايد غرزة ايوة وغرزة لا والحد نهاية الدور وصلت على نهاية الدور بتزايد غرزة ايوة وغرزة لا ودلوقتي على النهاية في سلاسل الارتفاع على ثالث سلسلة هقف الغرزة منزلقة وانهي الراوند بس عشان يكون ارتفاعي سليم هشتغل كمان منزلقة على الغرزة اللي جاية وعليها الدور فوق العمود اللي جاية اهو هشتغل كمان منزلقة علشان ارتفع للدور اللي جاية هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهشتغل اول تزايد على اول غرزة يعني بجانب الارتفاع هلف الخيط وادخل اشتغل كمان عمود بلفة على نفس الغرزة نفس غرزة الارتفاع يبقى انا عملت تزايد بغرزتين في المكان الواحد بعد كده هشتغل عمودين منفصلين على الغرزتين اللي بعد كده الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل عمود واحد حلقتين فحلقتين بالشكل ده كده الغرزة اللي بعدها برضو عمود واحد يبقى انا اشتغلت غرزتين فرزي يعني ورا بعض بالشكل ده والتالتة هشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد هلف الخيط الغرزة رقم 3 هسحب عمود بلفة وهلف الخيط في نفس الغرزة هي هي أرجع أشتغل كمان عمود بلفة يبقى أنا عملت تزايد على ثالث غرزة بغرزتين في المكان الواحد بعد كده هكرر بنفس الطريقة على مدار الدور كله باشتغل اتنين فردي التالتة تزايد يعني الغرزة اللي جاية هشتغلها عمود واحد والغرزة اللي بعدها برضو عمود واحد يبقى أنا اشتغلت عمودين فردي بالشكل ده كده وراء بعض كل غرزة غرزة واحدة أما التالتة باشتغل عليها تزايد بغرزتين في المكان الواحد أدي واحد وفي نفس المكان هرجع أشتغل كمان عمود يبقى أنا اشتغلت اتنين وهكرر كده بنفس الطريقة باشتغل اتنين فردي التالتة تزايد لحد أما أوصل لنهاية الدور وصلت على نهاية الدور بتزايد كل تالت غرزة ودلوقتي هقف المنزلقة على سلاسل الارتفاع على تالت سلسلة بدخل بالشكل ده كده أسحب الخيط وقف المنزلقة وانهي الراوند علشان هرتفع للدور اللي جاي ويكون ارتفاع سليم من المنزلقة اللي بنقفل بيها كمان منزلقة على الغرزة اللي جاي على طول العمود اللي جاي على طول كمان منزلقة بالشكل ده كده وهرتفع على الدور اللي جاي هرتفع واحد اتنين تلاتة واعمل اول تزايد على اول غرزة هلف الخيط وهاشتغل عمود بلفة بجانب الارتفاع على نفس غرزة اللي هي الاولى هسحب كمان عمود يبقى انا اشتغلت اول تزايد بغرزتين في المكان الواحد على اول غرزة تمام كده السطر ده هنشتغل تزايد كل رابع غرزة يعني هنشتغل تلاتة اعمدة فردية والربعة تزايد فهلف الخيط الغرزة اللي جاي وعليها الدور هاشتغل عمود واحد حلقتين فحلقتين طبعا من نفس العمود الغرزة اللي بعدها وعليها الدور هاشتغل عمود واحد يبقى كده اتنين الغرزة اللي جاي وبعدها هاشتغل عمود واحد يبقى انا اشتغلت تلاتة اعمدة وربعة بشكل فرزي كده واحد اتنين تلاتة وعلى الرابعة هاشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد ادي واحد وفي نفس المكان ارجع اكون كمان عمودي يبقى انا عملت التزايد بتاعي وهكرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة كده واحد اللي بعدها غرزة واحدة اتنين اللي بعدها غرزة واحدة يبقى انا اشتغلت تلات غرز وربعض بشكل فرزي كده بالشكل ده كده وبعد كده على الرابعة باشتغل تزايد غرزتين في المكان الواحد واحد وفي نفس الغرزة هي هي اتنين وهقرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة كده باشتغل تلاتة فردي الرابعة تزايد والحد النهاية وصلت على نهاية الدور بتزايد كل رابع غرزة وهنا كده بقفل منزلقة كالعادة في تالت سلسلة واقفل الراوند بمنزلقة بالشكل ده كده وعشان ارتفع ويكون ارتفاعي سليم هشتغل كمان منزلقة على اول غرزة على طول بتقابلني بالشكل ده كده وارتفع للدور اللي جاي هرتفع بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهعتبرهم اول عمود بلفة وعلى اول غرزة هي هي هرجع اشتغل عمود بلفة عشان ابقى اشتغلت اول تزايد للدور بالشكل ده كده غرزتين في المكان الواحد السطر ده هنتزايد كل خامس غرزة وده معناه هنشتغل اربع اعمدة فردية والخمسة تزايد هلف الخيط الغرزة اللي جاي وعليها الدور هشتغل عمود هلف الخيط الغرزة اللي جاي وعليها الدور باشتغل عمود كده اتنين الغرزة اللي بعدها عمود كده تلاتة والغرزة اللي بعدها عمود كده اربع يعني انا اشتغلت اربع غرز منفصلين ورا بعض بالشكل ده كده تمام وبعد كده على الخمسة هشتغل التزايد بتاعي بغرزتين في المكان الواحد ادي واحد وفي نفس المكان هرجع اكون كمان عمود وعلى مدار الدور كله هقرر بنفس الطريقة باشتغل اربع فرزي ادي الغرزة اللي جاية عمود اللي بعدها عمود كده اتنين اللي بعدها عمود كده تلاتة واللي بعدها عمود كده اربع اشتغلت اربع غرز ورا بعض ولما بوصل للخمسة باشتغل تزايد غرزتين في المكان الواحد ادي واحد وفي نفس المكان برجع اكون كمان عمود يبقى اتنين وهكرر كده بنفس الطريقة كل خامس غرزة تزايد والحد النهاء وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين مع بعض كده وكل عائلة قفلت في سلاسل الارتفاع في تالت سلسلة غرزة منزلقة وقفلت الراوند وعشان ارتفع للدور اللي جاي برضو هنتقل بكمان منزلقة على اول غرزة بتقابلني بالشكل ده كده وارتفع على الدور اللي جاي واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل ارتفاع باعتبرهم اول عمود بلفة وكنا على السطر السابق بنتزايد كل خامس غرزة على السطر ده هنتزايد كل سادس غرزة ده معناه انه هنشتغل خمسة فرزة السطر تزايد وبعمل اول تزايد لي على اول غرزة مع اللي ارتفاعها لف الخيط واشتغل اول عمود بلفة بالشكل ده كده يبقى انا اشتغلت اول تزايد وابتدي اشتغل خمس غرز والستة تزايد بلف الخيط الغرزة اللي جاي عمود كده واحد اللي بعدها عمود كده اتنين اللي بعدها عمود كده تلاتة واللي بعدها عمود اربعة واللي بعدها عمود خمسة يبقى انا اشتغلت خمسة فرزي وعلى الستة هشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد ادي واحد وفي نفس الغرزة برجع اشتغل كمان عمود يبقى اتنين وهكرر كده على مدار الدور كله بنفس الطريقة بشتغل خمس اعمدة فردية والستة تزايد والحد وصلت على نهاية الدور بتزايد كل سادس غرزة وانا مش هتزايد على القاعدة من جديد ده كان اخر دور بالنسبة لي على القاعدة بس اذا حبها توسعي الدايرة شوية كل احنا بنعمله بنمشي بنفس التسلسل كده بنجي نقفل منزلقة على تالت سلسلة ثم منزلقة ونندقل على اول غرزة نرتفع ونشتغل اول تزايد وطبعا كنا على الدور الاخير هنا منتزايد كل سادس غرزة السطر اللي بعده كل سابع اللي بعده كل تامن اللي بعده كل تاسع وهكذا لحد كتر الديرة اللي انت محتاجه بالنسبة لي انا القاعدة هنا تقريبا وصلت لي تسعتاشر سنتيمتر ومش هتزايد عليها اكتر من كده انا هنا كده في النهاية وهبتدي اقفل غرزة منزلقة على سلاسل الارتفاع بشكل طبيعي وانهي الراوند وهنا كده مش هنتقل بكمان منزلقة لاني مش هشتغل على القاعدة ولكن هرتفع على طول للدور اللي جاي من المنزلقة اللي قفلنا بها الدور هرتفع واحد اتنين تلاتة وده كده بيعتبر معايا اول عمود بلفة وهبتدي اشتغل على الغرز اللي جاية معايا عمود بلفة لكن هشتغلها على الباكلوب يعني انا يفترض ان انا هليف الخيط الغرزة اللي جاية وعليها الدور المفروض بدخل في حلقتين الغرزة بالشكل ده كده لأ انا هسيب الفتلة الامامية واشتغل فقط على الفتلة الخلفية بالشكل ده هسحب واشتغل العمود بتاعي من نفس العمود حلقتين فحلقتين وهقرر كده على مدار الدور كله كل غرزة هشتغل عليها غرزة واحدة بس هبطل اي تزايد هليف الخيط الغرزة اللي جاية وعليها الدور بسيب الفتلة الامامية وباشتغل فقط على الفتلة الخلفية هسحب عمود بلفة وهكذا الغرزة اللي جاية برضو على الفتلة الخلفية بالشكل ده كده هسحب عمود بلفة وهشتغل كده على الدور كله اه كل غرزة بتقابلني بشتغل غرزة عمود واحدة لحد النهاية ما نساش ان انا بشتغل على الفتلة الخلفية وبس او الباك لوب للغرزة يفترض انه الغرزة ليها حلقتين بالشكل ده وانا بسيب الفتلة الامامية وبشتغل فقط على الفتلة الخلفية هقرر كده غرزة فوق كل غرزة لحد نهاية الدور وصلت على نهاية الدور اشتغلت غرزة فوق كل غرزة وهتلاقي القطعة بدأت تجوف معاك للداخل بالشكل ده كده وهنا كده انا على النهاية بعد ما اشتغلت على اخر غرزة على الباك لوب كده هاجي على سلاسل الارتفاع اللي في البداية هما تلت سلاسل وفي السلسلة رقم تلاتة هدخل وقف المنزلقة وانهي الراوند الدور اللي جاي هيبقى عبارة عن تكرار لنفس الدور السابق هو هو غرزة عمود واحدة فوق كل غرزة ولكن الفرق اننا هنشتغلها في مكانها الطبيعي على حلقتين الغرزة هنبطل نشتغل على الباك لوب فهرتفع من مكان ما احنا موجودين واحد اتنين تلاتة ودول بيعتبروا معايا اول عمود بلفة وبيحلوا محل اول غرزة وعلى الغرزة اللي جاي وعليها الدور هلف الخيط المراجي شايفين هدخل على حلقتين الغرزة بشكل سليم هسحب واشتغل عمود بلفة هلف الخيط وقرر الغرزة اللي جاية وعليها الدور شايفين انا كنت على السطر السابق بشتغل على الفتلة الخلفية وبس لا الدور ده هشتغل في مكان الغرزة الطبيعي على حلقتين الغرزة فوق العمود كده وهسحب عمود بلف وهقرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة على كل غرزة بتقابلني بشتغل غرزة واحدة وبس والحد النهاية وصلت على نهاية الدور بغرزة فوق كل غرزة ودلوقتي في النهاية هقفل في سلاسل الارتفاع تالت سلسلة هقفل منزلقة وانهي الراوند وهنا كده هرتفع من مكان ما احنا موجودين على نهاية الدور واحد اتنين تلاتة لكن هشيل الحلقة من على الابرة يعني هوسع الحلقة بالشكل ده كده وهبتدي ان انا احط عليها المارك اعلمها وهقفل عليها بالشكل ده كده علشان احافظ على مكان الابرة وهبتدي ان انا اسيب الخيط ده كده هدخل لون جديد على الدور اللي جاي وهنا كده من لون جديد هبتدي اعمل حلقة بداية بالشكل ده كده هسحب من الخيط واحد اتنين واشد طرف الخيط وهاجي على جنب الغرزة اللي انا ارتفعت منها شايفين الارتفاع مش هشتغل عليه ولكن هشتغل على الغرزة التانية على الدور على طول اللي جنب الارتفاع اللي علمته هدخل على حلقتين الغرزة بشكل سليم بالشكل ده كده واسحب اللون اللي هشتغل منه بعد كده هرتفع على البداية بتلاتة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده هعتبرهم اول عمود بلفة وبعد كده هعمل ايه على الغرزة اللي جاية وعليها الدور مش هشتغل على العمود ولكن هشتغل على الدور اللي قبله يفترض ان احنا ارتفعنا سطرين من غرزة العمود بلفة فمرة هشتغل على السطر اللي فوق ومرة هشتغل على السطر اللي تحت انا كده ارتفعت على السطر اللي فوق يبقى بتحل محل العمود اهو الغرزة اللي جاية وعليها الدور مش هشتغل على السطر اللي فوق لا على السطر اللي قبله هلف الخيط مرتين ادي واحد اتنين لانه هشتغل عمود بلفتين والعمود اللي عليه الدور اهو مش هشتغل فوقه ولكن هشتغل على العمود اللي تحته يبقى انا هسيب السطر اللي انا عليه وانزل على السطر اللي انا اشتغلته على الباكلوب بالشكل ده كده العمود اللي عليه الدور هنزل بشكل البريد الامامي بنزل اسفل العمود اسحب الخيط وارتفع وهنا كده هسحب كل الحلقات اللي موجودة معايا على الابرة حلقتين فحلقتين فحلقتين زي ما احنا شايفين مع بعض كده وعلى مدار الدور كله هقرر بنفس الطريقة غرزة باشتغلها على السطر اللي فوق غرزة عمود بلفة وغرزة باشتغلها على السطر اللي تحت غرزة بريد امامي بالعمود اللي بلفتين فهقرر على الغرزة اللي جاية وعليها الدور العمود اللي جاية على طول هلف الخيط مرة واحدة واشتغل في مكان الغرزة الطبيعي فوق على حلقتين الغرزة هشتغل غرزة عمود بلف حلقتين فحلقتين بعد كده الغرزة اللي جاية مش في مكانها ولكن على السطر اللي قبلها يبقى هلف الخيط مرتين العمود اهو العمود اللي تحتها على طول هنزل واسحب بشكل البريد الامامي من اسفل العمود هسحب الحلقات بتاعتي حلقتين فحلقتين فحلقتين وهكرر على مدار الدور كل مرة تانية غرزة وغرزة بنفس الشكل وبنفس التسلسل كده غرزة عادية على السطر اللي فوق وغرزة بريد امامي بالعمود السلاسي على السطر اللي تحت هكرر هلف الخيط الدور على الغرزة العادية بلف الخيط مرة واحدة وعلى العمود اللي جاي على طول هسحب فحلقتين الغرزة عمود بلفة حلقتين فحلقتين الغرزة اللي بعدها هلف الخيط مرتين وانزل على العمود مش هشتغل عليه لا هشتغل على العمود اللي قبله على طول على السطر السابق وهسحب الخيط بشكل البريد الامامي شايفين انا بعمل ايه بلف الخيط مرتين وبنزل على العمود اللي تحت بنزل اسفل العمود بدخل من قبل العمود واخرج من بعده بشكل البريد الامامي كده واسحب الخيط وهشتغل الحلقات بتاعتي حلقتين فحلقتين فحلقتين بخرج منه على 3 مرات هو بنفس التكرار وهبتدي أمشي على الدور كله بنفس الطريقة غرزة باشتغلها بشكل طبيعي على مكانها بالشكل ده كده والغرزة اللي بعدها بلفتين باشتغلها على السطر اللي تحت بسيب السطر اللي أنا عليه وانزل على العمود اللي عليه الدور تحت شايفين كده وبسحب بشكل البريد الأمامي واشتغل العمود بتاعي حلقتين فحلقتين فحلقتين وهكذا هكرر على مدار الدور كله غرزة بشتغلها طبيعي عمود بلفة وغرزة بلفتين بالشكل دا كده هكرر بنفس الطريقة والحد النهاية وصلت على النهاية بنفس الطريقة غرزة welle缬 woolen زي ما احنا شايفين جرزة عادية على عمود الفوق وغرزة بريد امامي بالعمود السلاسي على العمود اللي تحت وهكذا لحد النهاية شايفين بنفس التسلسل غرزة welleed لحد اخر غرزة اخر حاجة معي هتبقى بريد امامي على السطر اللي تحت وهاجي اقفل منزلقة بشكل طبيعي بعد كده بقفل فين بقفل في سلاسل اللي ارتفعها من نفس اللون ادي واحد اتنين وفي تالت سلسلة هقفل بشكل طبيعي خالص بمنزلقة وانهي الراوند وهنا كده هاخد سلسلة تأمين وهرفع الخيط وهوص بعد كده هارجع اشتغل من اللون الاساسي مرة تانية فاكرين اللي احنا سبناه جوه بحلقة الابرة بالشكل ده كده هشيل العلامة بتاعتي وارجع احط الابرة مرة تانية زي ما احنا شايفين التلس سلاسل اللي احنا كنا مرتفعينهم من اللون الاساسي وحطيت فيهم العلامة هاجي افك منهم سلسلة واحدة بالشكل ده كده اصبح معي سلسلتين تمام وعلى نفس الغرزة اللي هي قدام الارتفاع على طول شايفين الارتفاع بتاعه يبقى قدامه غرزة على الدور اللي انا اشتغلته هدخل على الغرزة دي كده وادخل كمان في حلقتين الغرزة بتوع اللون الاساسي اللي كنت سايباه وهدخل على الغرزة اللي قدامه ابقى سحبت اللون الاساسي مرة تانية وهبتدي اشتغل السطر اللي جاي كل باترون الغرزة بتاعتي عبارة عن تكرار لنفس الثلاث ادوار اشتغلنا دورين من غرزة العمود بلفة السطر عادي خالص غرزة فوق كل غرزة لمدة سطرين ثم السطر التالت بنبتدي ندخل لونه نشتغل نفس الغرزة اللي اشتغلناها كده عمود عادي عمود سلاسي على السطرين باشتغل على السطر اللي فوق عمود عادي وعلى السطر اللي تحت عمود بلفتين اذا بنفس الطريقة كده هبتدي اقرر التلات ادوار مرة تانية انا هنا كده من اللون الاساسي باشتغل سطرين من غرزة العمود بلفة فمن مكاني هنا كده هعمل ايه هاجي ارتفع بشكل طبيعي واحد اتنين تلاتة ودول ارتفاع العمود بلفة وعلى كل غرزة بتقابلني مش هفوت ولا غرزة هلف الخيط شايفين غرزة البريد الامامي تعتبر غرزة اهيه هشتغل عليها غرزة عمود بلفة العمود العادي اللي هو تلات حلقات وبسحبه حلقتين فحلقتين وهكرر الغرزة اللي جاية وعليها الدور اللي هي العمود اللي كان عادي خالص اللي هو هيتعتبر اه اه العمود اللي بلفة واحدة هشتغل عليه برضو عمود بلفة اذا كل غرزة بتقابلني مش هفوت ولا غرزة وممكن اوي اطراف الخيط دي اخدها معايا علشان تختفي بالمرة بالشكل ده كده على السطر هلف الخيط والغرزة اللي جاية وعليها الدور على حلقتين الغرزة بشكل سليم وهسحب عمود بلفة وهكرر على كل غرزة بدخل على حلقتين الغرزة بشكل سليم وادخل واسحب عمود بلفة اذا على كل غرزة اهو غرزة واحدة على العمود العادي والعمود السلاسي كل غرزة مش هفوت ولا غرزة لحد النهاية هشتغل بنفس الطريقة كده ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية وصلت على نهاية الدور بغرزة فوق كل غرزة من غرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين كده لحد اخر غرزة وهنا كده على سلاسل الارتفاع هقفل في تالت سلسلة بشكل طبيعي وانهي الراوند هعمل ايد الواتي على الغرزة اللي جاي على طول هشتغل كمان منزلقة يعني من المنزلقة اللي بنقفل بيها الدور هشتغل كمان منزلقة وانتقل علشان ارتفع للدور اللي جاي هيبقى عبارة عن تكرار لنفس الدور السابق بدون اي تغيير غرزة عمود واحدة فوق كل غرزة هرتفع على البداية واحد اتنين تلاتة بيعتبروا معايا اول عمود ثم هشتغل فوق كل غرزة هتقابلني غرزة عمود واحدة هلف الخيط الغرزة اللي جاي وعليها الدور طبعا بشتغل في حلقتين الغرزة بشكل سليم بالشكل ده كده وهسحب العمود بتاعي حلقتين فحلقتين وهكرر بغرزة فوق كل غرزة والحد النهائي وصلت على نهاية الدور شايفين عمود بلفة فوق كل عمود اشتغلته على السطر السابق وهنا بعد اخر غرزة في سلاسل الارتفاع في الثالث سلسلة هقف الغرزة منزلقة وانهي الراوند هنا كده هرتفع واحد اتنين تلاتة وهرفع الخيط من على الابرة وارجع احط العلامة بتاعتي مرة تانية بالشكل ده كده اذا على السطر رقم ثلاثة يبقى البطرون بتاعي عبارة عن ثلاث سطور اهم اشتغلت سطر التاني بيبقوا تكرار غرزة عمود واحدة فوق كل غرزة اما السطر التالت بابتدي اشتغل من لون مختلف علشان اكون الغرزة بتاعتي فهاجي هنا كده مرة تانية بعد الارتفاع اللي ارتفعته على الغرزة اللي جنب الارتفاع على طول هدخل في حلقتين الغرزة بشكل سليم ودخل اللون الجديد بحلقة بداية جديدة بالشكل ده كده ثم هكرر بقى السطر اللي اشتغلته من اللون الاخضر مرة تانية بارتفع على بدايته واحد اتنين تلاتة ودول بيعتبروا معي عمود بلفة عادية ثم العمود اللي جاي مش بشتغله على العمود نفسه لكن بشتغل على السطر اللي قبله على طول شايفين العمود اللي عليه الدور هشتغل على العمود اللي تحته يبقى هلف الخيط مرتين واشتغل عمود بريد امامي على السطر اللي تحت مرة بشتغل على السطر اللي فوق ومرة بشتغل على السطر اللي تحت بريد امامي بلفتين اهو هلف الخيط مرتين وانزل على العمود اللي عليه الدور بس تحت وانزل اسحب الخيط بشكل البريد الامامي والحلقات بتاعتي هخرج منها حلقتين فحلقتين فحلقتين بخرج من العمود على تلات مرات اذا انا هتكرر من جديد عمود عادي عمود سلاسي عمود عادي عمود سلاسي بنفس الطريقة كده الغرزة اللي جاية وعليها الدور هلف الخيط وهشتغل على غرزة العمود بلفة في مكانها الطبيعي فوق على السطر اللي فوق عمود بلفة بعد كده ألف مرتين الغرزة اللي جاية باشتغلها على السطر اللي تحت بشكل البريد الأمامي من أسفل العمود كده بسحب الخيط واشتغل حلقتين فحلقتين فحلقتين شايفين معايا كده؟ وهقرر مرة تانية هلف الخيط الغرزة اللي عليها تدور في مكانها غرزة عمود بلفة حلقتين فحلقتين أما الغرزة اللي بعدها بلف الخيط مرتين وانزل على السطر اللي قبله العمود أهو العمود اللي تحته على طول شايفين معايا وعشان ما تتلغبطوش العمود اللي تحت بيبقى ما بينهم غرزة شايفين يعني العمود السلاسي باشتغل على غرزة وبفوض غرزة فبنفس الطريقة كده علشان ما تتلغبطيش أهو العمود السلاسي الأخير اشتغلته هنا بفوض دي واشتغل في اللي بعدها تمام كده وبسحب العمود بتاعي هسحبه تلات مرات حلقتين فحلقتين فحلقتين وهكرر عمود عادي على السطر اللي فات بحلقة واحدة وعمود بحلقتين بشتغلوا على السطر اللي بعده شايفين بفوت الغرزة اهي الغرزة الطويلة اهي هفوت الغرزة اللي بعدها واشتغل على اللي بعدها بفوت غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده كده وبنفس الطريقة بقى وبنفس التقرار هكرر لحد ما اخلص الدور كل وصلت على نهاية الدور بنفس الطريقة شايفين مع بعض كده بنفس التسلسل غرزة وغرزة ودايما الدور ده معايا بينتهي بغرزة العمود السلاسي على السطر اللي تحت وبقفل بشكل طبيعي خالص على سلاسل الارتفاع اللي بدأت من عندها من نفس اللون واحد اتنين وعلى تالت سلسلة بدخل وقفل غرزة منزلقة وانهي الراوند وهنا كده باخد سلسلة تأمين وارفع الخيط وهقصه وبرجع اوصل اللون الاساسي مرة تانية اللي انا سبته على العلامة بتاعتي بالشكل ده كده اخرج يعني بالعلامة بتاعتي من على الحلقة وكمان بفك حلقة انا ببقى ارتفعت تلت سلاسل بالشكل ده كده بفك حلقة واحدة علشان تبقى بنفس طول السطر بتاعي اللي تحت وهنا امام الارتفاع على طول الغرزة اللي قدام الارتفاع هدخل فيها بالشكل ده كده وارجع اصحب حلقة الابرة مرة تانية اللي كان عليها المارك وكده ابقى سحبت اللون الاساسي مرة تانية وهرجع اقرر من نفس الباترون كل اللي انا هعمله ان انا هفضل اقرر من التلت سطور باشتغل سطرين من اللون الاساسي بارتفع على البداية كده تلاتة سلسلة بيبقوا اول عمود معايا ثم باخد اطراف الخيط معايا على الطور وابتدي اشتغل غرزة عمود واحدة فوق كل غرزة ما بفوتش ولا غرزة لمدة سطرين ثم السطر التالت برجع اشتغل بنفس الطريقة كده بحط العلامة بتاعتي على حلقة الابرة بعد ارتفاع تلات سلاسل وببتدي اسحب اللون الجديد بنفس الطريقة وقرر من نفس الباترون كده وارتفع بارتفع قد ايه لحد الارتفاع اللي انا هباه على الشنطة ارتفعت من نفس الباترون زي ما احنا شايفين انا قررت الباترون بتاعي سبعة مرات يعني الثلاث سطور اشتغلتهم واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ومش هارتفع اكتر من كده الارتفاع ده مناسب لحجم القاعدة اللي احنا اشتغلناها على السطور اللي جاية هبتدي اشتغل الاطار اللي فوق قبل ما اعمل كده هوت هبتدي بالمناصفة كده ان انا اتني القطعة اللي اشتغلتها كده بالمناصفة تبقى قد بعض وابتدي ان انا احط ماركر او علامات طبعا دي العلامة اللي كنت بحطها على ارتفاع الدور اللون الاصلي زي ما هي هي وهتني القطعة وابتدي احط علامات على الجوانب في نفس الغرز المقابلة لبعض زي ما احنا شايفين كده انا حطيت العلامات بتاعتي على الغرز المقابلة على الاتجاهين في اليمين والشمال وهنا كده هنحتاج بقى للحلقات اللي هنستخدمها علشان اليد لانه هو ده المكان اللي هنسبت فيه الحلقات واحنا بنشتغل السطر اللي جاي بنبتدي نشتغل السطر اللي جاي ازاي بنشتغل بشكل طبيعي خالص زي ما كنا بنبتدي الدور بعد ما بنضيف اللون بنجي على الغرزة اللي قدام العلامة بتاعتي اللي انا سايباها على اللون الاصلي هشيل العلامة وهشيل كمان سلسلة من التلاتة يبقوا اتنين بنفس الطريقة بالضبط اللي كنتم باشتغالها من بداية الباترون وعلى الغرزة المقابلة لغرزة الارتفاع دي هسحب اللون الاساسي مرة تانية كده وابتدي اشتغل على الدور اللي جاي هشتغل ازاي هرتفع باللون الاساسي هرتفع سلسلة واحدة المرادة لانه هشتغل سطر من غرزة الحشو فبعد ما سحبت اللون كده هرتفع سلسلة واحدة وبس وفي نفس مكان الارتفاع على اول غرزة هي هي هدخل اصحب الخيط واشتغل من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها بعد كده هكرر على كل غرزة مش هفوت ولا غرزة بالشكل ده كده على كل غرزة هشتغل من نفس الغرزة غرزة حشو وعلى مدار الدور كله بنفس الطريقة بس لما بوصل على العلامات ديت ببتدي ان انا اضيف الحلقة اللي هضيفها قبل العلامة اللي انا حطيتها بغرزة وبعد العلامة اللي انا حطيتها بغرزة هبتدي ان انا اخد الحلقة معايا وانا يعني شغالة نفس الغرزة كده شايفين انا كده وصلت على المارك اللي حطيته وقبله فيه غرزة اهي وعلى الغرزة اللي بعده كمان هبتدي اوصل الحلقة اللي هستخدم فعلى الثلاث غرز اللي جاية هسحب المارك اللي حطيته لنفسي وحط الحلقة على السطر كده هوت وهبتدي اشتغل على الثلاث غرز اللي ورا بعض ادي الغرزة اللي عليها الدور هدخل شايفين انا بدخل من جوة الحلقة معاي على الدور هسحب الخيط وهشتغل بنفس الطريقة غرزة حشو وهكذا على الغرزة اللي بعدها برضو من جوة وجوة الحلقة بدخل واشتغل الغرزة بتاعتي بشكل طبيعي كده ابقى انا اشتغلت على الغرزة التانية هدخل غرزة حشو بالشكل ده كده وعلى الغرزة التالتة بنفس الطريقة يبقى انا اشتغلت على الثلاث غرز وفي نفس الوقت وصلت الحلقة اللي انا عايزة اوصلها على الجنب شايفين معايا كده وهبتدي اكمل بقى الدور بتاعي بشكل طبيعي على كل غرزة بتقابلني مش هفوت ولا غرزة على الدور غرزة حشو واحدة لحد اما اوصل على العلامة اللي جاية الغرزة اللي قبل العلامة على طول وابتدي اوصل الحلقة على الاتجاه التالي شايفين اشتغلت غرزة فوق كل غرزة وصلت على المارك في الاتجاه التاني الغرزة اللي قبل المارك على طول لسه ما اشتغلتهاش اهي فهشيل المارك بتاعي وهبتدي اضيف الحلقة بنفس الطريقة على الثلاث غرز اللي جاية فعلى الغرزة اللي جاية شايفين بدخل بالابرة جوه الحلقة وفي نفس الوقت الغرزة اللي عليها الدور هدخل واشتغل الغرزة بشكل طبيعي غرزة حشو الغرزة اللي بعدها برضو غرزة حشو الغرزة التالتة اللي كانت بعد المارك برضو غرزة حشو ابقى انا كده وصلت الحلقة على الاتجاه التاني ودول بقتي كل اللي انا هعمله هبتدي اكمل الدور بتاعي بشكل طبيعي خالص فوق كل غرزة بتقابلني من بعد الحلقة كده غرزة حشو الحاد اما اوصل للبداية اللي بدأت من عندها الدور وصلت داير ميدور لحد اول السطر بنفس الغرزة جرزة حشو بالشكل دا كده وهنا عند اول غرزة اشتغلتها هاجي على الغرزة الاولى على طول هدخل بشكل طبيعي اشتغل غرزة منزلقة وانهير راوند بدخل من الحلقة اللي على الابرة بالشكل دا كده على السطر اللي جاي هيبقى تقرى لنفس السطر السابق بدون اي تغيير عندي غرز منتظمة اهي من غرزة الحشو وهمشي بكمان دور بغرزة الحشو فهارتفع بسلسلة وعلى نفس مكان الارتفاع في الغرزة الاولى هشتغل من نفس الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها وبعد كده هكمل بنفس طريقة العمل كده على كل غرزة هشتغل غرزة حشو نفس الغرزة البسيطة لحد اما الف بالدور كله واوصل للبداية بتاعتي مرة تانية حتى فوق الحلقات زي ما احنا شايفين اصبح غرز عادية خالص باشتغل اه على الدور بشكل طبيعي طبعا انا هشتغل داير مايدور ونرجع نشوف الخطوة اللي جاي وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين مع بعض كده في النهاية كل انا هعملوها في المنزلقة كالعادة على اول غرزة بدأت من عندها الدور وهنا كده وقبل ما اكمل الشغل بتاعي وارتفع هطلع الحلقة بتاعت الابرة واحط فيها علامة او مارك هقفله علشان حلقة الابرة احافظ عليها متتفكش مني وقبل ما اكمل ارتفاع هنا كده في المرحلة دي يفترض ان احنا نشتغل البطانة علشان تبقى اسهل لنا في التركيب فهنبتدي نشتغلها مع بعض وبعدين نكمل باقي الشنطة علشان نشتغل البطانة هنحتاج لاي خامة هنستخدمها على البطانة اي قماش او بنسبالي انا بحب استخدم الجوخ بالشكل ده كده هنحتاج لقطع مجوز تكون بنفس عرض الشنطة فبناخد عرض الشنطة اللي اشتغلناه وبنبتدي نقطع قطعة بنفس الطريقة كده تكون مجوز على العرض بتاعي بيبقى اكتر واحد سنتي للخياطة مش اكتر اما الارتفاع بيبقى منين بيبقى من بداية بطرون الغرزة اللي اشتغلته يعني مش بحسب القعدة من الارتفاع لا ده انا بحسب الارتفاع بتاعي من اول هنا كده والحد فوق فبنفس الطريقة بيبقى بارتفاع الغرزة اللي اشتغلتها واحد سنتي للخياطة كمان مش اكتر من كده هي دي القطعة اللي احنا محتاجينها اما القعدة فبنقيس قطرة دايرة اللي احنا اشتغلناها على القعدة وكمان بنحتاج لنفس آآ الخامة آآ قطعة آآ ممثلة للقعدة وبرضو بتكون واحد سنتي زيادة لي آآ الخياطة. طيب دي آآ يعني القطعتين اللي احنا محتاجينهم على البطانة. قبل ما نركب البطانة كمان هنحتاج لقطعة كارتون تكون بنفس كترة دايرة اللي اشتغلناها آآ اي كتعة كارتون تكون قوية شوية آآ بنبتدي ان احنا نحطها على قعدة الشنطة قبل ما نركب البطانة بالشكل دا كده. تمام? الا آآ كارتونة دي بتحافز لي على الشنطة اللي اشتغلتها وفي نفس الوقت بتدي قوام حلوة للشنطة. فانا كده حطيتها في مكانها وابتدي اقفل البطانة. علشان نقفل هزي ما احنا شايفين القطعتين اللي هستخدمهم اهم. باجي على آآ الجزء المفتوح اهو. هقفله من فوق لتحت بخياطة عادية. يعني انا هبقى عايزة الجنبين مقفولين. يعني حتى لو القطعة بتاعتك وش وظاهر بتقفلها من الناحية دي ومن الناحية دي بشكل طويل. زي ما احنا شايفين مع بعض بخياطة عادية خالص وقفلت القطعة. اصبحت شكلها سطواني بالشكل دا كده. وهاجي بقى من اي مكان مفتوح على الاتجاه دا او دا. وابتدي ان انا اسبت آآ القعدة. آآ دايرة القعدة هبتدي اسبتها زي ما احنا شايفين كده داير ميدور. وابتدي آآ ان انا بالدبابيس احطها آآ وامسك القطعتين ببعض كده. اي دبابيس او اي كليبس آآ تمسك لي القطعتين داير ميدور. بالشكل دا كده. ثم آآ هبتدي برضو بنفس الخياطة ممكن على قدية وممكن على الماكنة زي ما انا عملت آآ كل انا هعمله وببتدي اخيط آآ داير ميدور. زي ما احنا شايفين بخياط عادية خالص داير ميدور بالشكل دا كده. واصبح آآ القعدة آآ بتاعتي جهزة آآ على البطانة زي ما احنا شايفين من جوه باجي بقى على طرف الشنطة من فوق. واتني واحد سنتي برضو داير ميدور علشان احصل على نهاية نضيفة للبطانة قبل ما اركب. آآ هاجي على الشنطة طبعا كل زوائد الخيط اللي جوه عايزة تنظفيها ممكن لكن آآ ازا حبا هي اصلا بتختفي اسفل البطانة وابتدي ان انا احط البطانة بتاعتي جوه الشنطة بالشكل دا كده. وابتدي على آآ الجزء اللي انا آآ تانيته شايفين معايا داير ميدور برضو هسبته على الشنطة آآ بحيس ان انا اقدر اخياطه المرة دي بقى هنخيط بالخيط والابرة العاديين خياطة مخفية داير ميدور وهسبت الشنطة آآ بالا آآ البطانة اللي اشتغلتها. كده سبت البطانة داير ميدور وخلي بالك انه لازم التسبيت بتاعك يكون اسفل الدور الاول شايفين تحت السطر الاول بدأت اسبت بخط مستقيم كده خياطة مخفية وآآ انتهت تسبيت. دلوقتي آآ بعد ما آآ حطينا البطانة على مكانها نبتجي نكمل الشغل مع بعض انا هنا كده يعتبر في نهاية الدور الغرزة اللي كنا حطين عليها المارك اللي هي حلقة الابرة هدخل فيها مرة تانية بالشكل دا كده ويفترض هنا ان انا كنت قفلت منزلقة ونهيت الراوند وهبتجي دور جديد تمام هرتفع على الدور الجديد بسلسلتين واحد اتنين هاعتبرهم بيحلوا محل اول عمود بلفة واول غرزة ومن تاني غرزة على طول هلف الخيط على الابرة وهدخل في حلقتين الابرة بشكل سليم وهاسحب الخيط هشتغل عمود بلفة اللي هو تلت حلقات وباسحبه حلقتين فحلقتين وهقرر هلف الخيط على الابرة الغرزة اللي جاية وعليها الدور بنفس الطريقة غرزة عمود بلفة وهكذا على الدور كله داير ميدور والحدة اما اوصل للبداية بتعطي مرة تانية باشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود واحدة وصلت على نهاية الدور بغرزة عمود واحدة فوق كل غرزة وهنا كده بعد اخر غرزة على السلسلتين الارتفاعلي في البداية على تاني سلسلة وهقف الغرزة منزلقة وهنا كده قبل ما كمل على الدور اللي جاي بابتدي ان انا احط علامات لنفسي بناء على ايه زي ما احنا شايفين حلقات الجناب اهي فانا هاتني الشنطة بالمناصفة بالشكل دا كده واعد من هنا اه 13 غرزة وعلى ال 14 هحط علامة وهنا برضو بنفس الطريقة 13 غرزة وهحط علامة وطبعا اه هبتدي احط برضو علامات على الجهة المقابلة في نفس المكان 14 غرزة اه وعلامة 14 غرزة هنا في علامة زي ما احنا شايفين كده تمام بعد كده هحط بقى ماركات على الاجناب نفسها اللي هما الاتجاهين اللي بالمناصفة اللي عند الحلقات هبتدي برضو ان انا اضيف هنا كده اه يعني اه مارك وعلى الاتجاه التاني برضو بنفس الطريقة لانه الاماكن دي هنبتدي ان احنا نكون فيها الفراغات اه للشريط اللي هيفل تمام كده بعد كده هكمل الدور اللي جاي فهبتدي الدور اه بتاعي الشكل دا كده هرجع لحلقة الابرة وهنا كده يفترض افلت منزلقة هرتفع للدور اللي جاي سلسلة واحدة وبس وعلى نفس مكان الارتفاع في نفس الغرزة هدخل اللي هي الغرزة الاولى وهاشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة بالشكل دا كده هطلع من الحلقتين وهقرر الغرزة اللي بعدها برضو غرزة حشو وهفضل بنفس الطريقة كده لحد اما اوصل لي الغرزة اللي عندها المارك على كل غرزة باشتغل غرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين وصلت لأول مارك اللي موجودة عند الحلقة هشيل المارك بالشكل دا وقبل ما اشتغل غرزة المارك هاخد سلسلتين فراغ واحد اتنين وهشتغل على غرزة المارك اللي عليها الدور اهي هدخل اشتغل بنفس الطريقة غرزة حشو اصبح انا عملت فراغ صغير كده الفراغ اللي انا هستخدمه على الاطار اللي هيقفل وهبتجي اكمل بنفس طريقة العمل على الغرزة اللي جاي غرزة حشو وعلى كل غرزة بتقابلني بشتغل من نفس الغرزة البسيطة كده لحد اما اوصل للمارك باشتغل قبل ما اشتغل على غرزة المارك وغرزة حشو باشتغل سلسلتين فراغ فانا هكمل غرزة فوق كل غرزة لحد المارك اللي جاي ونشتغلوا مع بعض برضو بنفس الطريقة شايفين غرزة فوق كل غرزة وصلت على المارك التاني هشيل المارك بالشكل ده كده وقبل ما اشتغل غرزة المارك بعد غرزة الحشو الاخيرة هرتفع سلسلتين واحد اتنين بالشكل ده وبعدين هشتغل على غرزة المارك وغرزة حش واحدة واكمل بنفس الطريقة بيتكون عندي شايفين سلسلتين دول بيعملولي فراغ صغير هو اللي انا هستخدمه على الرباط اللي هيربط تمام كده وهكمل الدور كله بنفس الطريقة اماكن الماركات اللي اخدتها هشتغلها كلها كده بنفس طريقة العمل كل ما بوصل عندها باخد سلسلتين قبل ما اشتغل مكان المارك لكن غرزة واحدة فوق كل غرزة زي ما احنا شايفين على مطار الدور كله هو الفرق في السلسلتين اللي باخدهم قبل ما اشتغل على غرزة المارك وهكمل كده بنفس الطريقة والحد ما اوصل على البداية بتاعتي مرة لفيت داير ميدور بنفس طريقة العمل شايفين اماكن الماركة اصبح فيه يعني فراغ صغير كده اقدر استخدمه على الرباط داير ميدور كان عندي ستة علامات علامتين هنا كده واربع علامات في المنتصف يعني ستة علامات هلاقي عليهم ستة فراغات بنفس الطريقة فراغ السلسلتين اللي اشتغلناهم على مدار الدور دلوقتي هنبتني نشتغل سطرين اخر سطرين على الشنطة من غرزة الحش وهنشتغلهم ازاي هاجي على نهاية الدور بشكل طبيعي بعد اخر غرزة هقفل منزلقة على اول غرزة اشتغلتها وابتدي دور جديد برضو هرتفع سلسلة وعلى نفس مكان الارتفاع في اول غرزة على طول اسفل الابرة هشتغل من نفس الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها وهقرر كده بنفس طريقة العمل حتى لما همر على الفراغ اللي انا اشتغلته اللي هو فراغ السلسلتين شايفين اول فراغ عندي اهو تمام باشتغل على الغرزة اللي قابله بشكل طبيعي اما الفراغ نفسه هشتغل عليه شايفين كده هدخل جوه الفراغ اسحب واشتغل غرزة حشو يعني انا هعامل الفراغات اللي انا اشتغلتها اه يعني اه زيه زي الدور غرزة عادية خالص وهكمل بشكل طبيعي مش هفوت ولا غرزة غرزة فوق كل غرزة بالشكل ده كده لحد النهاية تمام وهشتغل على الفراغات بنفس الطريقة اللي شفتيها كده غرزة حشو واحدة برضو وهكمل الدور لحد اما اوصل للبداية مرة اشتغلت بنفس الطريقة داير ميدور السطر كله على النهاية هبتدي اقفل منزلقة على اول غرزة اشتغلتها بالشكل ده كده وهشتغل دور اخير من غرزة الحشو طبعا غرز منتظمة بقى همشي عليها بشكل طبيعي سلسلة ارتفاع وفي نفس مكان الارتفاع في اول غرزة هشتغل اول غرزة حشو من نفس الغرزة البسيطة كده وبطلع منها وهقرر فوق كل غرزة هشتغل من نفس غرزة الحشو كده داير ميدور كسطر اخير لحد النهاية لفيت داير ميدور بغرزة الحشو وقفلت منزلقة على اول غرزة بدأت من عندها الدور وهنا كده هاخد سلسلة تأمين وهرفع الخيط وهوص وهنا كده هبتدي قلضم نهاية الخيط في ابرة التنظيف وعلى خلفية الشنطة من جوة كده على خلفية الاطار هبتدي ادخلها بسراجع دي خالص هحاول انه يكون آآ يعني بشكل داخلي وبعد كده هخرج من آآ امام الشنطة من نفس اللون الاسود كده شايفين هخرج واتخلص من زيادة الخيط واقصها بالشكل دا كده كده بعد تنظيف زوائد الخيط اصبحت القطعة معايا جاهزة على الاستخدام وهنا بدأت ان انا احط الاطار او الشريط اللي انا هستخدمه للقفل داير ميدور على الفراغات اللي انا كونتها انا بدك كيه بشكل عادي خالص آآ ممكن قوي انك تشتغلي سلسلة من الكروشي آآ ازا حابة من يعني فتلتين او تلاتة عشان تبقى قوية وتستخدميها للقفل بنفس الطريقة آآ لكن بنسبالي انا هستخدم آآ رباط اللي هو رباط الكوتش العادي بالشكل دا كده طبعا متوفر وموجود بيتباع في كل مكان اعتقد انه يبقى اقوى بالنسبة للاستخدام الفتح والقفل عن السلسلة تمام كده انا هنا كده زي ما احنا شايفين بدك كيه بشكل طبيعي خالص داير ميدور بس الفتحات اللي في الامام اللي على وجهة الشنطة بنيجي عندي الفراغ اللي المفروض ندخل فيه بندخل على الغرزة اللي قبله بالشكل دا كده وبعدين بنتلع من جوه الفراغ تمام اما باقي الفراغات انا بدك كيكتها بشكل طبيعي ما بدخلش على الغرزة اللي قبلها انا هنا كده ابقى انتهيت وزي ما احنا شايفين اصبح الروباط جاهز بعي اقدر اقفل بيه الشنطة بشكل طبيعي وهنا كده بقى فيه افكار كتير جدا على نهاية الروباط اذا مش حابة شكله بالشكل دا كده يبقى ممكن قوي اننا نستخدم يعني خرز بالشكل دا فيه خرز مربع او مدور بيه حجم كبير ونقدر قوي اننا ندخله بالشكل دا كده ونبتدي ان احنا نعمل عقدة على نهاية الروباط ثم بنجي نفصل الزيادة دا يتويبل ولاعة بنولع نهاية الروباط ويبقى معانا النهاية بالشكل دا كده تمام ممكن كمان الورود الجهزة اللي بالشكل دا تقدر يتحطيها على نهاية الروباط وتسبتيها بحيث ان نهاية الروباط بتاعك يبقى بشكل الوردة كده يعني الافكار كتيرة جدا وزي ما احنا شايفين هتبقى شكلها حلوة قوي كمان على النهاية هنا حابة اقول لكم اننا على الفراغات دي ممكن قوي استخدم الكباسيل اللي بالشكل دا كده طبعا دي كابسولات بتستخدم على الحقائب الحقيقية اللي هي من الجلد لكن كمان على الهند ميت تقدر تستخدميها على الفراغات علشان تديكي شكل محترف وكمان استخدام محترف طبعا الكباسيل دي لها احجام كتيرة جدا زي ما احنا شايفينها كده وبتستخدمي الحجم المناسب للروباط اللي بتشتغليه يعني احنا هنا كده ممكن نستخدم الكابسولة الصغيرة طب بنركبها ازاي لها طريقتين اتكلمت عنهم او عن مكنة الضغط اللي احنا شايفينها كده في ضمن الخمات والادوات المستخدمة في صناعة الحقائب هي مكنة بيتركب لها لقمة فوق وتحت وي بتبتجي تضغط على الكابسولة يعني اللقمة بتبقى بحجم الكابسولة اللي انت بتستخدميها ولما بتضغط عليها بتثبت مكانها طيب لو مش متوفرة عندك المكنة دي كمان في ضغط يدوي بالشكل ده كده ضغط بسيط جدا وي متوفر وموجود عند الاماكن اللي بتبيع ادوات زي كده وبرده بنفس الطريقة بنبتدي ان احنا نحطها على مكان الفراغ زي ما هنشوف مع بعض كده شايفين بنضيفها جوة الفراغ بكل سهولة الفراغ بتاعنا اهو هحطها بالشكل ده كده ودخلها لجوة وبكل سهولة ابتدي ان انا اضغط عليها بالضغط دوت يعني بقوة شوية بتبتدي انها تثبت معي وتبقى على الفراغ كده طبعا لو مش متوفرة خالص ممكن قوي انك تشتغليها بنفس الشكل اللي احنا اشتغلناه كده من الشنطة منها فيها كده باستخدام الرباط لكن بما اني انا متوفر عندي هبتدي ان انا اركبهم على الفراغات اللي اشتغلناها شايفين انا ركبتهم داير ميدور بيبقى شكلهم بالشكل ده كده بعد ما بيركبوا شايفين كده وارجعت حطيت الرباط اللي هستخدمه بنفس الطريقة اهو تمام واصبح جاهز معايا على الاستخدام وكمان ركبت نهاية على الرباط اه زي ما احنا شايفين انا سبت الورود اه اصبح شكلها جميل قوي اه يعني من الباترونات الحلوة وطبعا اخر حاجة الايد على الحلقات اللي سبتناها بتبتدي بالخطفات تحطي الايد اللي بتشتغليها ممكن تشتغلي ايد من الكروشي او حتى ايد من الجلد الكروس بالشكل ده كده بتتباع جاهزة ومتوفرة في نفس الاماكن اللي هتشتري منها الخيوط وكمان احنا اشتغلناها مع بعض خطوة بخطوة لو عندك الخنات وحبت اشتغليها بنفسك اشتغلت معاكم الايد الكروشي ديت اه على اه فيديو منفصل اه دمن الكروشي اللي بنشتغله ليه تعليم الحقائب والشنط باحتراف وهتلاقي اللينك متوفر اسفل الفيديو في الدسكريبشن بوكس وكمان هيزهر لك طريقة العمل على نهاية الفيديو دايما احنا شايفين مع بعض كده نبقى انتهينا طبعا انا مليتها بالخيط علشان اقدر اوريكم الباترون قد ايه حلوة اوي اه اتمنى تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة وعجبتكم ويا ريت كل الاستفاد ما ينساش يعمل اللايك اذا بتتبعوني او بتشوفوني لاول مرة وحبين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك اشان تشوفوا كل جديدي على قناة وفعلوا شارة الجرس يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة